ما بين الحراك السوداني الذي أنهى ثلاثة عقود من حكم الرئيس السابق عمر البشير والاتفاق الإطاري الذي وقعه السودانيون اليوم سجل البلد أحداثا كثيرة دعونا مشاهدين نستعرض معكم أبرزها بالتواريخ نعود إلى ديسمبر 2018 حيث انطلقت احتجاجات عارمة في مدينة عضبرة ضد قرارات حكومية وسرعان متسعت رقعة الغضب الشعبي لتشمل مدنا وبلدات في ربوع البلاد كافة بعدها بأشهر أعلن الجيش السوداني اعتقال البشير وإطاحة نظامه وعلى أثر ذلك تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي وفي يوليو من العام ذاته وقع قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى الإعلان السياسي الذي يقر مبدأ تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية بعد ذلك تم تشكيل مجلس للسيادة برئاسة عبدالفتاح البرهان وتعين عبدالله حمدوك رئيسا للحكومة الانتقالية إلى أكتوبر 2020 وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخي في جوبة مع تحالف من خمس مجموعات متمردة وأربع حركات سياسية من إقليم دارفور وولاتي النيل الأزرق وجنوب كردوفان لم يرق التغيير الذي سجله السودان لأطراف كان لها في النظام السابق سلطة ونفوذ فحاولت الانقلاب قبل أن يعلن الجيش إحباط المحاولة الانقلابية بعد ذلك أعلن الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال عدد من المسؤولين في السلطة الانتقالية وعلى رأسهم حمدوك ثم دخل البلد مرحلة جديدة من مساره الانتقالي بتوقيع اتفاق سياسي بين المكوينين العسكري والمدني عاد بمجبه حمدوك إلى مهامه رئيسا للوزراء لكن حمدوك أعلن بعد ذلك استقالته مشيرا إلى عدم قدرته على تشكيل حكومة مدنية في ظل الرفض الشعبي لأي شراكة مع الجيش ثم أعلن البرهان بعدها عزم الجيش على الانسحاب من الحياة السياسية بالكامل وتسليم السلطة للمدنيين بدت وسط ذلك فرص نجاح الحوار السوداني الذي تسيره الألية الثلاثية المشتركة غير واضحة قبل أن تعلن نقابة المحامين السودانيين عن مشروع دستور انتقالي وفي نوفمبر الماضي كشفت الألية الثلاثية عن التوصل إلى تفاهمات بين مجلس السيادة الانتقالي والمدنيين بعد القبول المبدئي لمجلس السيادة بمسودة الدستور الانتقالي فكان هذا الدستور أساسا للاتفاق الإطاري الجديد الذي يعول عليه السودانيون في إنقاذ بلدهم من المجهول شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة